من المراكز الفكرية التي أنشأتها المملكة المملكة تعاونت على المستوى الخليجي في مكافحة الإرهاب وأقرت من خلال مجلس التعاون اللي هو استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب عززت التعاون والتنسيق بين دول الخليج عززت التعاون عبر مجلس وزراء الداخلية على المستوى العربي المملكة احتضنت على مستوى الدولي مؤتمرات كثيرة جدا معنية بمعرفة جزور الإرهاب ومحاربته واستطاعت أن تقدم تمويلا ضخما جدا جدا لكل الجهات المعنية بهذا الأمر وكانت الممول الرئيس لمركز مكافحة الإرهاب اللي هي المركز التابع للأمم المتحدة فجهود المملكة العربية السعودية على مستوى مكافحة الإرهاب جهود ضخمة جهود كبيرة تقوم على الاستباق في تتبع العمليات الإرهابية وإحباطها وانتوا عرفين العمليات الإرهابية أصبحت تأخذ أشكالا جديدة بقى الأجهزة والوسائل والشرائح الإلكترونية تستخدم في تفجيرات تستخدم في التواصل بين الإرهابيين تستخدم من التكنولوجيا بطريقة غير كويسة يعني طريقة غير كويسة ترجمة نانسي قنقر